أهلا بحضراتكم من جديد وخلونا نتكلم بقى في الأحداث المشوقة اللي بتحصل في الشهر الكريم كل الناس مستنية الحلقات الأخيرة من دراما رمضان اللي تابعوها طوال الشهر الكريم كثير من المشاهدين بيرسموا توقعات للأحداث وبيعملوا لها شارع على فيسبوك اللي هيحصل في الحلقات الأخيرة النهاياتة بعملة زي وكأننا كلنا بقينا كتاب سيناريو سواء لمسلسلات التلاتين حلقة أو المسلسلات اللي بدأت في النص التاني من شهر رمضان ده حقيقة بسانت يمكن للشركة المتحدة للخدمات الألمية يمكن قدمت لنا وجبة درامية متنوعة بنتكلم على أعمال وطنية بنتكلم على أعمال كوميدية بنتكلم على أعمال لها طابع درامي بينائش أضايا اجتماعية زي تحت الوصاية وغيرها من الأعمال الكتيرة اللي كانت يعني موجودة في هذا الشهر الكريم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الألمية خلونا نتكلم عن تفاصيل هذه المسلسلات من خلال ضفنا الكريم اللي منعورنا في الستوديو على أستاذ مصطفى حمدي الناقض الفني اللي هنتكلم معاه عن دراما رمضان ويمكن أنت مش غريبة يا مصطفى بقى يعني من أهل البيت دايما بيقولوا أهلا بك يا محمد أهلا بس أنت وسعيد جدا بوجودي معاك نحن وسطين أوين أنت معنا يا مصطفى حابين نتكلم معاك عن يمكن أهم المسلسلات اللي ليها نسبة مشاهدة عالية في الشهر الكريم وإيه هي التوقعات اللي المشاهدين يمكن رسموها لنهايات هذه المسلسلات بتأكيد يعني العنوان الأبرز بالنسبة لدراما رمضان السنة دي أو لو هنتكلم على النجاح الجماهيري فيكون مسلسل جعفر العمد الحق أكتر نجاح على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الشعبية وحتى على السوشيال ميديا السر يا مصطفى يعني الناس كانت متوقع صنع هذا العمل كانوا متوقعين أنه هيبقى من المسلسلات الشعبوية زي ما بنشوف دلوقتي بص هو زي ما أنت قلت الفكرة أنه مسلسل فيه الخلطة الشعبية مكتوب بحرفية جديدة جدا فيما يتعلق بفكرة تسلسل الأحداث والتشويق كل التفاصيل حدوتة بتفاصيلها سواء اختطف ابنه سواء الاكتشاف في الحاجات اللي بتحصل في حياته سلسلة الأحداث المتتالية حتى كمان في بيزة مهمة جدا في المسلسل هو قدرة المخرج محمد سامي أنه الأدوار التانية في المسلسل أو الفنانين اللي بلعبوا أدوار تانية في المسلسل بجانب محمد رمضان مقدمهم بشكل كويس واخديم مساحات حلوة فيه قدرة تمثيلية حلوة جدا يعني زي يقول كده أن فيه مشاهد كتير فيها مشاعر وتأثر في المسلسل وإحنا المشاهدين المصريين بطبعنا عندنا الحتة العطفية اللي حب أتفرغ على الدراما كمان شايفين النهار ده دور مختلف احنا شايفين دايما إيمانة العاصي في دور البنت الكيوت طول عمرها اللذيذة الطيبة النهار ده احنا شايفينها بتمثل حقيقي طبعا هي ممثلة كبيرة جدا لكن قادر أن هو يطلع من كل ممثلة حتى ما يكساب منا فضالي قادر أن هو يطلع من كل واحدة فيهم يعني صف صف احنا أول مرة نشوف أننا هلا صدقي بتقدم دور مميز جدا بتدور ده مع أن أدوارها كلها في الحقيقة كانت يعني طول عمرها مميزة لكن النهار ده شايفين كل الممثلين بشكل مختلف ايه تاني غير جعفر العمدة اللي حقق نسبة مشاهدة عالية طبعا فيه مسلسلات كتير جدا حققات نجاح خلال مسلسلات الموجودة في الخارجة الرمضانية زي مسلسل رسالة الإمام بعتبر أن هو عمل حقق نجاح كبير جدا وفي نفس الوقت بيقدم رسالة مهمة جدا وهو عودة لتقديم الأعمال الدينية والتاريخية لكن بشكل جديد مختلف فيه مسلسلات زي ضرب نار برضو من الأعمال اللي فيها أكشن وحركة والدويتو بتاع ياسمين والعواضي بقى يعني خلاص بقى مركبة وسجلة عند الجمهور حقق نجاح برضو بالطبع يعني اتكلمنا حتى على الكوميديا في النص الأولاني من رمضان أحمد أمين كان عامل مسلسل الصفارة وحقق نجاح كبير قوي في النص الأولاني والكبير السنة دي مكمل آه صحيح كان دور صعب على فكرة على أحمد أمين فكرة اللوية بالخمستاشر شخصية في خمستاشر حلقة كل حلقة بشخصية مختلفة أعتقد ده بيميز الفنان اللي بيعمل يعني هذا النوع تحديدا من الأعمال بالتأكيد أحمد أمين موسل موهوب جدا وكمان هو عنده قدرات تانية يعني بيعرف يغني وبيعرف يكتب وبيعرف يلحن يعني فهو عنده هو بعتبره فنان شامل صحيح فكرة تقديم شخصيات مختلفة على مدار خمستاشر حلقة آه صحيح فيها جهد كبير جدا لكن هي بعتبرها أنها طريقة أو وسيلة زكية ونجحة جدا في أنك تشوق الجمهور وتفضل بتقدم له تنوع وفرايط مختلف من الأحداث الكبير يمكن أحداثه تطورت بشكل أكتر من خلال في النص التاني يعني في أحداث جديدة بتحصلوا حاجات مختلفة فبالتالي برضو الكبير أنا بعتبر أنك تقدم سابع مواسم من عمل فني والناس برضو تتبعوا وده نجاح كبير جدا جدا فيه أعمال مميزة برضو زي سوء الكانتو بعتبر هو واحد من الأعمال بتتناول حقبة زمنية مختلفة وهو عمل أعتقد أنه من الأعمال اللي هتأخد حقها أكتر في المشاهدة بعد رمضان لا الخريطة كان فيها أعمال كتير متنوعة ومميزة السنة طيب أنا أريد أن أرجع معيك لجعفر العمدة لأن أنا من الناس بدايق قوي على السوشيال ميديا الحلقة بتتحرق لي يعني الناس تقول تكتب كده مش عارفة مين عمل إيه والنهار ده جعفر عارف النسيف ابنه ودلال مش عارف إيه فبقى أنا لسه متفرجتش على الحلقة بتتحرق لي وكمان بقى فيه توقعاته وتكهنات من الناس بتسبق الأحداث هل النهاردة يعني ممكن النهاية تكون مختلفة الإشعاعات بتاعت إنه الحلقات بتعيد مرة تانية لما الناس بتكتب تكهنات فبيكتبوا الحلقات مرة تانية هل ده حي ولا لا النهاية حتى في وجهة نظرك ممكن تبقى عاملة زمن غير ما نحرق قوي أنا أعتقد إنه محصلش عادة كتابة حلقات المسلسل يعني وفقاً لمعلوماتي مكتوب كله قبل تصويره يعني وانتهى تصويره قبل رمضان بفترة حتى الكلام اللي تعمل على السوشيال ميديا بتاعت إنه عادوا تصوير مشاهد أو حاجات أنا بعتقد إنه ده على سبيل الدعاية الدعاية والناس بتهزر مع بعض بشي أكتر يعني ما أظنش إن المسلسل أو أي مسلسل حتى بيتعاد كتابة مشاهده على الهوى دلوقتي يعني الحاجات كلها جهزة وخلصانة بشكل جدير أصلاً أكيد صناعة العمل مش عاديين مستنين برضو كومنت عاملة إزاي فأيلا بسرعة نلحق نكتب وننزل الناس ونصور تاني وتاني تصوير حلقة كاملة بمشاهدها برقوراتها بغيره ما ينفعش تحصل فيهم وحتى مشهد يعني محمد سامي خلص المسلسل وسافر يعني فهو مش موجود في مصر وعلى ناحية تانية خلص في مسلسلات أكرر بتتصور لغاية مبارح وده طبيعي يعني في بعض المسلسلات تصويرها مستمر نكلم في مسلسل حرب أعتقد أعتقد ومسلسل رسالة الإمام كان تصويره مستمر لغاية مبارح فهي الفكرة أنه ممكن بعض المسلسلات وده متعرف عليه أن تصويرها بيبقى مستمر لغاية الأيام الأخيرة في شهر رمضان وفقاً لظروف إنتاج العمل وتصوير وكده لكن ما أظنش أنه بيحصل تغيير في النهايات أو زي ما بيقولوا أنه غير النهاية علشان كذا لا ما أظنش خالص الموضوع ده ولو على نهايات الأعمال ده في رهان بين الناس هو أعتقد أن نهاية المسلسل يعني اتضحت السياق رايح فيه في حلقة مبارح أهم حاجة سيفي يفضل مكمل معنا زي الفل ما يحصل لوش حقيق هو الحقيقة برضو فيه نقطة مهمة جداً أنا لازم أتكلم فيها بخصوص نهايات الأعمال أو النهايات الدرامية في الأعمال اللي بتتسم بالطبيع الشعبي إحنا كنا زمان بنشوف نهايات أعتقد أنها بتقدم رسالة سلمية للمشاهد دائماً اللي حصل دلوقتي أنه حقيقي فيه حالة من الانضباط الفني اللي قدر أقول أنه هو فيه جزء من الوعي وأنه أبقى عارف الرسالة اللي أنا بقدمها إيه يعني حتى لو هنتكلم عن مسلسل جعفر اللي هم ده هو في حلقة مبارح هتكلم على فكرة الأضرار النتجة عن تعدد الزوجات فدي رسالة بتتقدم للناس أنت آه صحيح؟ ناس كانت بتتحك وشاف الموضوع ده مخفيف على مدار حلقات وفكرة أن الشر معهما يعني داريته لسنين واسنين أكيد هيجي يوم وينكشف لا وكمان فكرة أن أنت من فضالي مبارح يمكن تكلمت عن فكرة أنا مش عايزة يكون عندي دور في جدول وأن أنا عايزة راجل يكون جزي لوحدي وتكلمت عن يمكن زي ما أنت قلت أضرار فكرة الحد يتجاوز أكتر من زوجة أو يتجاوز أربعة في النهاية يعني العمل سواء جعفر عمدة أو أو مسلسلات التانية في اللي أنا ملاحظه أن الرسالة الاجتماعية ورسالة الأخلقية طول الوقت هي لاين موجود مش بتتقلع أحيانا بشكل مباشر وده علشان خطر إحنا بنقدم دراما ما يفعش نبقى دائما مباشرين مع ناس رمضان نجمي كبير قوي نوس كتير قوي بتقلده فإحنا مش هنبقى مبسوطين لما في الوقت مدلعيش خالص خالص وهي الالتيمة دي حتى تقدمت قبل كده يعني في مسلسل عائلة الحجم تولي منهم هم مش هبقوا مبسوطين لما يحصل كده هم مش هبقوا مبسوطين قوي كاليني أقولك طيب يا مصطفى يمكن برضو من بين المميزات اللي بتحسب للشركة المتحدة فكرة إن السيناريو بيبقى مكتوب قبل رمضان بالكامل وبيتم اختيار وانتقاء الشخصية المناسبة لهذا العمل فشايف ده إزاي ضاف من القيمة الخاصة بي المسلسلات في رمضان وعززنا فعلا من مسلسلات رمضان وتسويقها وترويجها هو حقيقي ختم ده لو حصل فهو بيبقى وضع فكرة أو مراحل صناعة العمل في مسارها الصحيح لأنه دايما إحنا أي عمل فني بيبقى بيبدأ بين النص والكتابة ثم اختيار البخرج ثم بقى تسكين الأبطال واختيار أبطال العمل فده السياق الطبيعي والسليم لصناعة أي عمل دراما كان قبل كده ما كانش ماشي بهذا التسلسل كان بيبقى عندي النجم وبمضي مع النجم بعد كده هنشوف هيعمل إيه في رمضان اللي جاي بتحصل على فكرة هي برضو إيه بتحصل طول الوقت أنه أنا بقى عندي نجم أقدر أن أنا أستفيد من شعبيته موجود يعني فيه أسامي أولي معروف أنه نحن بيبقى عارفين أنه هم هيعملوا عمال فنية في كل رمضان ده مش عيب ومش غلط خالص بس في الآخر النجم الموجود ده بيبقى فيه عمل مكتوب والعمل المكتوب ده مناسب لي ولا لأ وبعد كده فيه مخرج للعمل ده موجود يعني أقصد برضو أن النجم مش هو اللي بيختار المبسرين ومش هو اللي بيختار كل التفزيل لأ الأمور بتمشي برضو بالشكل اللي هو السليم في إطار صناعة عمل فنية طيب بأننا بنتكلم على النجوم بعينهم خديني أسألك من وجهة نظرك بأنك عارف بقى الكواليس جوه وكل الجوصف معاك أنت وشايف كمان المسلسلات والحلقات من الفنانة اللي في وجهة نظرك تفوقت على نفسها وبعد ما تجاوبني على ده هالدنيا سامير غانب خلاص بقى عايزين نشوفها في فوزير ولا إيه هو طبعا مسلسل تحت الوصائل مونة زاكي أنا بعتبر أنه واحد من أهم المسلسلات اللي تعملت في رمضان 23 و23 ومونة زاكي تفوقت على نفسها فعلا في الدور الأدل بغض النظرة أن كمان المسلسل بتناول قضية مهمة جدا تتعلق بحق الولاية والوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب لكن حتى في الإطار الدرامي احنا شوفنا مونة زاكي وهي بتجسد مشاعر الأمومة في مختلف الحالات وبختلف المواقف حتى بتجسد مشاعر خاصة بالست اللي بتحاول تواجه قسوة الظروف وقسوة المعيشة في أنها تستعيد حق أولادها وأنها تقدر تشتغل وتوفر لهم مصدر رزق وغيره مونة زاكي طبعا بعتبرها من أهم نجمات رمضان السنة دي أهلا صدقي في جعفر رمضة مفاجأة كبيرة جدا دور عمرها أعتقد أو إيمان العاصي برضو في جعفر رمضة مفاجأة كبيرة جدا من برضو الفنانات اللي قدموا أعمال هيلة ما يعز الدين دورها في سوق الكنتو عملت دور متميز جدا فلا الستات وغضين حقهم كويس قوي على شاشة دراما رمضان لو هتكلم على دنيا السامير غانب أنا شايف أن دنيا بتمتلك بصراحة شعبية كبيرة جدا جدا عند الأسرة المصرية وكمان أكتر من كده فكرة نعم ده شعبية عند أجيال اللي هي الأطفال والمراهقين واللي بتقدمه بالذات في مسلسل جات سليمة هو تطور نوعي أو تطور شكل الفكرة الفوزير أو فكرة ألف ليلة وليلة احنا ما بقيناش بنقدم فكرة الفزورة زي الزمان أو ألف ليلة وليلة بشكلها المباشر لكن احنا جمعنا ما بين الاستعراض وما بين فكرة السلسلة أو الأحداث والحكاية اللي ماشية اللي بتشوفها في ألف ليلة وليلة ففي مكس كده ما بين الحالتين عاملة هي عالم حيلة أه عالم وأنا بحيل مخرج إسلام خيري على التجربة اللي عملها دي بصراحة يعني لأنه هي لو ماشية في الخط ده أو في المصار ده فهي بتحقق نجاح وبتلعب في منطقة مختلفة تماما عن الفنانات اللي موجودين على السحر صحيح طيب في مسلسلات الخنستاشر حلقة ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي بتضافه كانت رهان لصناع المحتوى تحديدا في رمضان 2023 فكرة تقديم أكتر من مسلسل ما بين خمستاشر حلقة أو تسع حلقات حتى زي مسلسل حرب شايفي زي مسلسل حرب لأن فيه إقاع سريع جدا فيه تسلسل أحداث بتحصل بشكل يعني متزامن ومنصق ومرتب كمان وفي نفس الوقت ما بيفقدكش الشغف اللي انت عاوز تكمل عاوز أروحها عرف إيه نهاية القصة وأول مرة نشوف أحمد الساقة في دور مختلف ما بيقدمش الظابط أو وكيل النيابة أنا كانت مفاجأة أن أحمد الساقة يقدم دور إرهابي يعني برضو أي نجمة ممكن يبقى خايف أنه هو يقدم الشخصية دي بالشكل اللي ظهر بيه عشان يخاف على الشعبين وفي ناس برضو بتبقى عندها حساباتها لكن أعتقد أنها جرأة كبيرة منه أنه هو يقدم الدور ده لو هنتكلم على فكرة الخمستاشر أو التسع حلقات فأنا أعتقد أنه تقديم مسلسل حرب في إطار تسع حلقات هو زكاء لأنه غالباً أنت الحدوتة أو الحكاية اللي بيدور حواليها المسلسل هي حكمتك أنك تعمل العدد ده من الحلقات ما صنع العمل ما أوخوش وقالوا لأ هنخليه خمستاشر أو تلاتين لا في وعي بفكرة أنه أنا بتناول حدث معين أو قصة معينة وأقدمها فأنا عندي رسالة وطنية أولاً وفي نفس الوقت عندي رسالة فنية فالرسالة الفنية دي تحتمل أن أنا أقدمها في عشر حلقات تماماً أقدمها في عشر حلقات أو تسع حلقات لو هي تحتمل أن أنا أقدمها في عدد حلقات أكبر كانت تتقدمت في عدد حلقات أكبر بداية أننا برضو مسلسل كتيبة 101 كان 20 حلقات فبالتالي هو يحتمل أن يتقدم في 20 حلقة مش 30 لو كان الحدوتة نفسها تحتمل أنها تتقدم في 30 حلقة كان ممكن يتعمل كده. فده بيديني أنا مؤشر كمشاهد أنه صناع العمل كانوا مفاهمين مساحته دراميا تحتمل قد إيه. نروح لنقطة تانية اللي هي نقطة الخمستاشر حلقة. أنا شاف أنها تجربة مميزة جدا. وأتمنى أن حتى كمان السنين الجاية فكرة مسلسلات الخمستاشر تزيد. لأنها بتخلق حالة تنوى. السنة دي يحسين أن احنا شوفنا مسلسلات كتير جدا. بس في نفس الوقت ما ازهقناش. يعني أنت عندك فكرة الخمستاشر. مسلسل كالخمستاشر وجهة في النص التاني مسلسل تاني. فخدت فرصة أنك تتفرج على الفنانين أكتر وأعماله كمان. الحواديد نفسها مشدودة بلغة الدراما. مفيش مالا. فها تجربة مهمة جدا. وأتمنى أن تشوف تجارب مختلفة في فكرة الخمستاشر أو العشر حلقات. يعني إيه المال أنه مثلا ممكن تتفرج على مسلسل السنة الجاية أو تلت مسلسلات. كل مسلسل التسع حلقات أو عشر حلقات. دي ممكن تبقى تجربة جديدة تتعبل. وأعتقد أنها يعني فيه أعمال وموضوعات تحتامل الفكرة دي. مسلسل سر البيت عمبارح. كانت الحلقة حزينة شوية. هل ممكن نرقي نهايات مختلفة مسلسل كمان اللي فيه أحداث كتيرة قوي. يعني شيقة. مسلسل جميلة. هو عمبارح كان يوم النهايات اللي فيها وفيات. يعني فرصة بلال شبابات. فتحت الوصاية. أنا مشوفتش جميلة الرئيس ربيع مات. مين مات لك؟ وفي مسلسل سر البيت عمد السعداني. يعني كفيه كمية وفيات برح كبيرة في أحداث الدراب. فأنت توقعاتك لنهايات المسلسلات دي. هل هتبقى مختلفة عن يمكن التوقعات اللي احنا شايفينها أو متوقعينها؟ بيتهالن أغلب الأعمال هتبقى نهاياتها مختلفة عن توقعات الجمهور. يعني دايما وبعدين احنا وصلنا للحلقة 28 النهاردة 29. يعني فالفكرة أنه أكيد النهاية هتبقى فيها تويست. يعني أو حتى كمان الحبكة الدرامية اللي ماشية ده ما عاد أنها النهاردة تبين الحلقة القبل الأخيرة. صعب قوي أنه اللوكاتب أو مخرج يستنى لغاية المشهد الأخير في الحلقة الأخيرة. فهو يعمل في تويست. وفيه حاجات ممكن يبقى نهايتها مفتوحة. يعني كل حاجات دي وردة. يعني فيه مخرجين بيحبوا يعملوا فكرة النهاية المفتوحة عشان يحير المشاهد حتى لو بيش يعمل جزء تاني من المسلسل بالمناسبة فيه كذا عمل ناس قالت إنه ده هيبقى فيه نهاية مفتوحة علشان ناس كل شيء وارد يعني في نهاية المسلسل فيه جزء تاني. يعني فكرة الجزء تاني دي ما أتوقعش أنها تبقى واردة يعني في أي عمل من الأعمال اللي شفناهم السنة دي. ده بالإحساس مش معلومة. وخاصة أن يعني ما لرمضان أن ينتهي. ولقينا فيه بعض البرموهات الترويجية لرمضان 24. طبعا. مشاهد برضو ده زي الخطوة دي من المتحدة. مسلسل حشاشير يعني بطولة النجم كريم عبدالعزيز ده يعني عمل من الأعمال الضخمة جدا والمهمة والإعلان عنه من دلوقت الرمضان الجاي ده بيؤكد أنه يعني فيه وعي أو تحضير. فيه تحضير مبكر وفي نفس الوقت هو عمل ضخم جدا. يعني الشغل عليه هيحتاج وقت طويل. فخطوة حلوة وشجعت الناس يعني خلتنا نقول آه خلاص يعني رمضان الجاي هنشوف مسلسل لكريم عبدالعزيز خلاص بقت الخريطة معروفة من دلوقت أن احنا يعني إذا صرت الأمور بالشكل الطبيعي فيه مسلسل لكريم السنة الجاي وهو ده اللي أنا عاوز أعرف عنه بقى مستوى. فكرة اللي كنت بقولك عليه لما كنت باتكلم في فكرة أن زمان كان هات النجم ونشوف المسلسل النهاردة احنا عاملين خريطة لمسلسلات رمضان 2014 يعني لسه السنة ما انتهتش ولسه عارفين السنة الجاي أو السيزن الجاي المتطلبات اللي موجودة عندنا في رمضان بالزبط وده لي علاقة أن التحضير مبكر جدا يعني لما شوف برومه العمل معناه أن العمل ده بدأ تصويره يعني وحصل فعلا قريدي أنه بدأ تصوير العمل وتقطع فيه شوق مهم جدا يعني فإنت بتحضر وبتاخد وقتك يعني أنا أعرف واسه أن المسلسل ده تحديدا مثلا بدأ تصويره من فترة لكن صنعه ما استعجلوش أنه هو يتعرض أو يتحصل ضغط بقى للتصوير ويتعرض في رمضان الحالي لأ كان فيه وعي بأنه ده عمل ضخم محتاج وقت محتاج فترة زمانية بالزبط فتاخد كل حاجة حقها بالزبط فتاخد كل حاجة حقها لو ما تعرضش في 23 فهو أكيد مكانه موجود في خريطة رمضان 24 وأعتقد أنه فكرة برضو فيه نقطة صعبة جدا وأنا عارف أنه الحسابات والسوق بيحكمها أنه ضغطة التصوير علشان تهل حق رمضان فالوعي بأنه أنت بتحضر للموسم الجاي من قبلها بسنة ده كويس جدا لأنه بيدي مساحة للناس لو تلاحظ السنة دي ما فيش فكرة الزن اللي كنا بنسمع عنها قبل كده بتاعت أنه كل الأعمال اللي بتكتب على الهوى كان بيحصل في سنين فهد يعني أعمال بتكتب على الهوى وناس بتفضل تصور لغاية يوم 29 رمضان والحلقة تتغيرت زل لأ وكان فيه مط كمان مش طبيعي في كل المسلسلات فاللي حصل أنه بدأ يلا نشوف نهاية بقى آه بالزبط يعني لأ لأ دي بقى كان وقتها فيه أعمال فعلا نهايتها بتتغير على الهوى لأنه النهاية ما كان فيه أنا أفتكر في سنة من السنين فيه عمل يعني من 7-8 سنين كده فيه عمل يعني كان بيكتب ومش عارفين نهايته إيه وأحدثه إيه لسه لسه وبيكتشف حاجة تانية خالص بالزبط بالزبط فاللي حصل السنة دي فالنهار دي آه ونقطة مهمة إحنا السنة دي ما شفناش فكرة المشاكل اللي بتحصل وده مش السنة دي بس بقاله أكتر من سنة ما شفناش فكرة المشاكل اللي بتحصل بسبب التعديلات والتغيرات لأنه هو قريدي ما بقاش فيه فكرة التعديلات والتغيرات في المشاهد وفي الأعمال على الهوى تحس إن فيه حالة هدوء وفي الصناعة يعني كل مسلسل كده ماشي الدنيا تمام الناس خلصت تصوير الناس بتحتفل صحيح فيه حالة نظام كده ودي ملحوظة ممكن اللي بيتابع الشغل أو بحكم بشغلك كصحفي فني مثلا بتتابع الحاجات دي فبتبقى يعني حاسس لا ده والله الموضوع مترتب فائز صحفي تبخيرا أنا صحفي الفنان عارف إن حياته عاملة زي حياة الفنانين مجرد انتهاء موسم رمضان بياخد أجازة بقى ويقضي أجازة عيد هتعمل في عيدة في موسم العيد بقى أفلام العيد هتعرف هتعرف ما بياخدش أجازات يعني أكيد هنخش على أفلام العيد ونخش بقى على عمل تانية يعني بناخد أجازات صغيرة أكيد في العيدة نتكلم معيك عن يمكن الأفلام الموجودة ويمكن شايفين كمان فيلم يعني بوستر ستعته في كل حتة وهو هايلي وأكيد فيه أفلام تانية كتير في مصر أنه دايما فيه اختلاف ودايما فيه جونرس كده مختلفة لكل المصريين أن هم يتفرجوا عليها كل الشكر لك يا مصطفى كل سنة أنت طيب مصطفى حمدي النقد الفني شكرا لوجودك معنا شكرا لكم كل سنة والأفلام